الله سبحانه وتعالى خلق آدم على خمس مراحل أحدهم كان يقول لي لماذا هذا التناقض في خلق آدم أحيانا من صلصان كالفخار أحيانا من طين لازب أحيانا قلت له هذه مراحل صناعية أخذ التراب فقال تعالى خلقكم من تراب أضيف له ماء قليلا فقال تعالى وبدأ نلاحظ كلمة بدأ وبدأ خلق الإنسان من طين بدأ أضيف له ماء زائد فأصبح طينا سائلا فجاءت الآية إن خلقناهم من طين لازب وضع هذا الطين في الحرارة فتخمر فقال تعالى من حمأ مسنون عرض إلى حرارة زائدة فأصبح صلصال كالفخار إذن هذه مراحل صناعة آدم إذا مسلنا عمر مجموعتنا الشمسية وليس عمر الكون قلنا عمر مجموعتنا الشمسية ربع عمر الكون إذا ما استناه بسنة ميلادية واحدة ففي أول شهرين من السنة خلقت المجموعة الشمسية يعني بالشهر العاشر تقريبا وجدت المخلوقات العملاقة متى ولد آدم كموضوع نسبي ولد آدم الساعة الثالثة من بعد ظهر 31-12 أي نحن نعيش طبعا السنة الميلادية هي 8640 ساعة نحن نعيش ست ساعات الأخيرة من 8640 ساعة إذا نحن تقريبا نعيش آخر لحظات الكون إذا قلنا أن القيامة سوف تقوم في الساعة 12 من ليل 31-12 إذا نحن نعيش آخر 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 مرحلة وآخر المخلوقات هي الإنسان قلنا خلق آدم ومنه جاءت المرأة لكن كل المخلوقات سبقتنا بالكامل الملائكة والجن ثم المخلوقات الأخرى